بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكل بنسبة 100% بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واتم على مدار أربعة أيام حضر الامتحان في اليوم الأول 242 من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير ولبرنامج شباب علماء الأوقاف منهم 170 إماما و72 قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإدارية تم إجراء الامتحانات على أجهزة الحاسب الألي بمركز تقييم القدرات والمسابقات بهدف تحقيق الموضوعية والشفافية ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والاستفادة من التقنيات الحديثة